يبدو أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الزبيبة بات في وضع سياسي صعب وأضحى كالغريق الذي يحاول التعلق بقشة وإن كانت القشة ما هي إلا خيط عن كبوت لا يراه إلاه تصريح الناطق باسم الحكومة حول تحيز البعتث الأممية وتوجيه سهام النقد للمستشارة استيفاني ويليمز كان بمتابة من يرمي الحجر على عش الدبابير فلم يكن ينقص الدبيبة أن يزيد مهاجمه السياسيون في هذه المرحلة وأن يسارع من تثبيت المسامير في نعش الحكومة التي أعلن النواب وفاتها منذ زمن إلى أنها الآن كالطائر الذي يرقص مدبوحا من الألم والتشبيه على عهدة أحد الأكاديميين المراقبين للمشهد خاصة بعد احتفالات الثورة ومنصات إطلاق الوعود مع التنبيه إلى أن وعود حكومتي ترادف معاني المستحيل والوهم والأمنيات في اللغة العربية المواقف الدولية تسارعت انتصارا للسيدة ويليمز وجاء هذا الدعم الجديد من رئيس بعتة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خسي ساباديل الذي عبر عن تأييده لجهود ويليمز وفريق البعثة في ليبيا وكانت السفارة الأمريكية لدى ليبيا قد أبدت أسفها من اتهامات الحكومة وأكدت أنه ما من موظفا حكومي دولي أكثر من ستيفاني انصافا ودقة في لم شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات وبالعودة إلى الوراء فقد بدأت بوادر سحب الاعتراف الدولي بحكومة دبيبة بتأييد عدة دول على الصعيدين الأقليمي والدولي لها ثقل وتأثير في الملف الليبي للإجراءات التي اعتمدها مجلس النواب لترتيب العملية الانتقالية تمهيدا لعملية انتخابية جديدة بعد التعثر المخيب لها في ديسمبر الماضي واعتبر محللون أن صدور هذه المواقف الدولية يمثل نقطة جديدة ضد دبيبة في معركته للبقاء في منصبه وإفشال الخطة البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة للبلاد بسبب تأثير الاعترافات الدولية في حسم نزاعات الشرعية بين الأجسام السياسية الليبية خلال العقد الماضي ومؤشرا على أن المجتمع الدولي ربما يحسم الخلاف الحالي على رئاسة الحكومة لصالح رئيس الوزراء المكلف فتح بشاغة على حساب دبيبة إذ نالت تشكيلته الوزرية ثقة البرلمان في جلسة الأسبوع المقبل داخليا يبدو أيضا أن عزلة الحكومة منتهية الولاية تتسع بسبب هذه الأزمة مع البعتة الدولية بعد رفض المجلس الرئاسي التوأم التنفيدي للحكومة الذي شكل معها على هامش الاتفاق السياسي في بداية العام الماضي للاتهامات التي وجهتها للبعتة الدولية حيث قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن موقف ستيفاني يتسم بالحيادية والحرص على التوافق الذي يمكن أن يجمع كل الأطياف فيما علقت المفوضية العليا لانتخابات على خارطة الطريقة التي أعلن عنها دبيبة وتسعى لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي بحلول الصيف المقبل قائلة إن هذا الشأن ليس من اختصاص السلطة التنفيذية ويجب أن يحال إلى البرلمان أولا بصفته الجهة التشريعية فيما يقتصر دور الجهاز التنفيذي على تقديم الدعم المادي فقط وفيما اعتبره مراقبون محاولة من دبيبة لحجد الشارع الليبي في صفه بمعركته للحفاظ على السلطة أعلن الرئيس منتهي الصلاحية جملة من القرارات تنص على ضخ المزيد من المنح المالية والقروض والأراضي السكنية للشباب في احتفال شعبي بذكرى الثورة في ميدان الشهداء بقلب العاصمة ومع اقتراب مهلة البرلمان للرئيس المكلف بإعلان تشكيل فريقه الوزري من الانتهاء ستحبس البلاد أنفاسها بانتظار حكومة تمثل أطياف المجتمع وتتمتع بالكفاءة والنزاهة لتحظى بثقة البرلمان والشعب وتستحق تقة المجتمع الدولي ليصار إلى دعمها للوصول إلى حلم الليبيين في السير بخطأ متواثبة نحو انتخابات شفافة ومعترف بها بعيدا عن الإقصاء والحسابات وتعقيدات المرحلة المظلمة اشتركوا في القناة